خالد شاب ملتزم يعمل محاسبا في شركة خاصة كان قد اشترى شقة بتقسيط سنوي يستمر لخمس سنوات وكان من شروط التعاقد أنه إذا تأخر عن دفع أي قسط سنوي فمن حق صاحب الوحدة السكنية أن يسترد الشقة بعد أن يعيد لخالد ما دفعه ومع آخر قسط سنوي مرضت أمه واحتاجت لإجراء عملية فقرر خالد أن يضحي بما ادخره من القسط السنوي الأخير والذي يستحق الدفع بعد شهر واحد فقط ويجري العملية لأمه التي رفضت أخذ أي أموال منه إلا أنه أصر وبعد نجاح العملية ظلت الأم تدعو له بأن يعوضه الله بالأفضل بعد ذلك وجد خالد نفسه في مأزق كبير خاصة أن سعر الشقة الآن أغلى بكثير ولذلك تقدم للعمل في شركة أخرى راتبها ضعف الراتب الذي يتقاضاه ووافقت الشركة الجديدة على أن يبدأ العمل بها بعد أسبوع وجد خالد مشكلة كبيرة تواجهه حيث كان عليه أن يقدم استقالته من شركته قبل شهرين حسب قانون العمل وإلا ضاعت عليه مكافأة نهاية مدته التي عمل بها وهي أربع سنوات وجدت الأم ابنها في حيرة كبيرة رغم إخفاء كل همومه عنها فأسرعت إليه واحتضنته كالطفل الصغير وقالت له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فبكى خالد وظل يردد قول الله تعالى أكثر من مرة ثم نام وبعد وصوله إلى شركته فوجئ برئيس الشركة يجتمع بكل العاملين بها ويخبرهم بأن الشركة تمر بأزمة مفاجئة ولا بد من الاستغناء عن نصف العاملين وأن من يختار ترك الشركة الآن فسوف تعطيه الشركة أجر شهرين عن كل عام قضاء لم يصطق خالد ما يسمع وتأكد بأن الله استجاب لدعاء أمه فقدم استقالته وحصل على المكافأة وذهب ودفع القصة الأخير وأصبحت الشقة ملكا له ثم ذهب واستلم العمل في الشركة الجديدة وهو يحمد الله الذي عوضه كل الخير بسبب بره بأمه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هادي شاب ملتزم ويعمل سائق تكسي وله ابن وحيد ظل لمدة أسبوع ينتقل به هو وزوجته من طبيب لطبيب بعدما أخبره أحد الأطباء أنه يشك في وجود ورم في رأس ابنه وطلب منه عمل أشعات وتحاليل للتأكد إذا ما كان هذا الورم حميدا أم لا وبعد عمل لازم أخبره الطبيب أن النتيجة ستكون خلال يومين فصلى هادي العشاء وظل يدعو لابنه بالشفاء ثم قرر الخروج صباحا للعمل بعد أن نفد ما معه من مال خرج هادي صباحا وأثناء عمله استقلت سيدة التكسي وكانت منهمرة في البكاء وعندما سألها عن السبب كان رد صادم وهو إجراء ابنها لعملية قلب مفتوح خطيرة وقد لجأت إلى بيع شقتها لتوفر ثمن العملية وأخبرته أن شقيقها منتظرها أمام المستشفى الاستثماري الذي ستجرى فيه العملية وعند الوصول للمستشفى قام شقيق السيدة بدفع الأجرة إلى هادي وبعد وقت قصير استقلت سيدة العجوز التكسي وأخبرت هادي بأن حقيبة توجد في الخلف فتفقدها ووجد بها مئة ألف جنيه فتذكر الأمة التي كانت غارقة في البكاء واتجه مسرعا بسيارته إلى المستشفى كي يعطي للسيدة الحقيبة وعندما وصل وجدها وشقيقها في نفس المكان الذي تركهما به ووجدها تبكي وتصرخ لضياع المبلغ الذي كان سيدفع لإجراء العملية لابنها وعندما شاهدت السيدة تكسي شعرت بعودة الحياة إليها وفوجئ هادي بشقيق السيدة يعانقه بطريقة هستيرية لم يتخيلها وكانت الفرحة عارمة على وجه السيدة وشقيقها عندما شاهد الحقيبة مرة أخرى شكرت السيدة هادي كثيرا وعندما سألت لماذا أعاد الحقيبة وكان بإمكانه الاستيلاء عليها ذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ثم عاد هادي إلى بيته فرحا سعيدا لإدخاله السرور على الآخرين وفي اليوم التالي أدخل الله السرور إلى قلبه وقلب زوجته حين أخبرهما الطبيب أن ورم ابنهما من النوع الحميد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا خيري شاب على خلق وبالرغم من أن والده كان يعامله بقسوة في طفولته بعد وفاة أمه إلا أنه تميز برقة القلب ولأنه ناجح في وظيفته اختاره رئيسه في العمل ليكون زوجا لابنته الجميلة بعدما أقنع ابنته به وأوصاها بعدم التكبر عليه كما أوصاها بعدم التأثر بوالدتها التي تعارضه وتعانده كثيرا في بعض الأمور دون وجه حق فقط لأنها من أسرة ثرية تم الزواج وأحب خيري زوجته وعملها أحسن معاملة وحقق لها أغلب طلباتها مهما كلفته من جهد ومال كما كان يعاونها في أعمال المنزل بعد أن يعود من عمله حتى لو كان متعبا ورغم كل ذلك لم تكن زوجته تهتم به ولم تخبره مرة بأنها تبادله نفس الحب وظلت تعامله بتكبر وجفاء ولم يخبر خيري والد زوجته بجفاء ابنته له وتحلى بالصبر لمدة عام وفي أحد الأيام أرد خيري أن يعرف شعور زوجته من ناحيته بالكلام وليس بما يشعر به قلبه فأخبرته بكرهها الشديد له وأنها وافقت عليه فقط لإغاضة ابن عمها الذي رفض الزواج بها حزن خيري كثيرا وأخبرها أنه لم يكن يريد منها سوى الحب الذي حرم منه منذ الطفولة ولأنه لا يقبل العيش معها وهي لا تحترمه قام بتطليقها ذهبت الزوجة لبيت أهلها فاستقبلتها أمها أحسن استقبال بعدما علمت بطلاقها خاصة وأنها كانت تحرضها على زوجها ليتم الطلاق بينما حزن الأب وأخبر ابنته أن الإنسان لا يعرف قيمة النعم التي من الله عليه بها إلا بعد أن يفقدها وأنها ستندم كثيرا لخسارتها هذا الزوج الخلوق التقي وعندما قاطعته زوجته وعارضته بسوء أدب قام هو الآخر بتطليقها ذهبت الزوجة إلى بيت أسرتها ففوجئت بسوء استقبال إخوتها لها واستمرت المعاملة السيئة لأسبوع فعادت الزوجة إلى زوجها تبكي وتطلب منه أن يردها وعلمت أن ابنتها قد أفاقت لنفسها وذهبت إلى خير في عمله تعتذر له بالدموع وذكرته بقول الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وأنه قد وعدها بالتفكير في الأمر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اشتركوا في القناة